في المقطع ده هتشوف واحد حرامي بيسرق موتوسيكل بتاع واحد دخل الجيم المشكلة مش في كده صاحب الموتوسيكل ميسيكو وكل اللي كان في الجيم حابوا يجربوا عضلاتهم عليه دعولوا بالرحمة جماعة وبرضو هتشوف حرامي غبي لابس لبس بنت ودخل كفاتيريا ونم في المخزن وحاول يسرق خزنة 100 كيلو لكن تقفش الحمد لله المقطع اللي بعده طريقة سرق التليفون تقريبا بتتدرس عند المعلم شافطورة الحرامي لانها تكررت كتير وبتدخل على اي حد خد بالك ده بقى حرامي سرق ارادة عربية تقريبا بتبيع بسكوت ولا شوكولاتة وبرضو هتشوف سرقة عربية بس معرفش ليه هم اختروا العربية دي بالتحديد اما سرقة العربية اللي بعدها صاحب العربية غلطان غلطان يعني ده سايب فيها المفتاح لا وسايبها دايرة كمان وده سرق تليفون وهو معدي وده سرق له شنطة برضو وهو معدي اخر مقطع بقى ناتش الشنطة وهو معدي كل ده تشوفوا لكن صلى على النبي عليه السلام والسلام ما تبخلش علينا تكتبها في تعليق ولو اول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد خلونا نبدأ وصلي على رسولك يا الهي وعترته وصحبه ما ذكرتا نبدأ مع اول مقطع اللي بيتدرس تقريبا بياخدوه كورس كده على النت عند المعلم شافطورة الحرامي يخلي شوية شباب ماشيين اه سيد خد اقولك كلمة سيد اقوله نعمة كابتل اخد بس سلم علي ويجي يسلم على صحابه كيف حالك يا ابو الشباب كيف حالك يا معود ويسلم على الكل كده انا مدرب تايكوندو او بلعب مش عارف ايه ولو حد قبلك في الشارع اعلمكو طريقة تقدر تتدافع بيها عن نفسك قالوا لا 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 متشكرين متشكرين شكرا فياخد الزبون بقى اللي حدد ان التليفونه قريبه وبنطلونه واسع فقالوا لا لا مش عايزين نتعلم قالوا لا انا اعلمك بسرقة سهلة وبالاشي يعني انا بجرب معاكو وقف كده وقف كده اهو اي حد اضربك في بطنك كده ومش عارف ايه خلاص تم مع السلام مده مش عايزين تتعلمه خد يا ده محسن اه خد التليفون نشوفها من منظور تاني ناحية تانية اه ابو الشباب اعلمكو حركة اه هالشباب مش مستلطفاء بس هو ما عالش بقى عايز يبيع الهبل في سوق الجبل انا اعلمك حركة بس كده قالوا عم مش عايز انا مش عايز قالوا طيب بص لو حد عمل لك كده ركز على ايده بقى اه يغبط يوم ما ده ايده جيبه خد التليفون طيب مع السلامة ابو الشباب والده لصاحبه اه ايه اللي بعد ده واحد دي عربية تقريبا بتبيع بضاعة محلات وكده فأكيد مش هاخد ارادة اليوم كله وهو راح كل المحلات فحطتهم في شنطة قدام وقفلها مش معقول بالنهار حد هيسرقها يعني ما عرفش ان فيه ولاد اللي مش عارف ايه ما خلوش لولاد اللي مش عارف ايه حاجة كسر الازاز وفي الشارع من كانش في حتة بقى زازة كده كده تكون في الحتة خد شنطة الفلوس اللي فيها الاراض يعني السواق كله بس مالوش مالوش واحد في المية من الفلوس دي ده بقى مقطع سرة عربية عادي يعني لا مش عادي ان يسرقوا بس طبيعي مقطع عادي يعني لكن اللي الغريب هم ليه خطروا العربية دي بالذات يعني ليه بالتحديد دي معين انا تقريبا فيه عربية جيب هناك ولا دي طيب معرفش شكلها ايه بس يعني هي تقريبا بالشبه كده تقريبا اغلى من دي معقول او فيه طار ما بينهم وما بين صاحب العربية دي ولا دي الاسهل في السرقة من عايز اعرف برضو يعني ليه بالتحديد العربية البيضة دي يعني فيه ما شاء الله ستول العربات الناحية دي كده لا هم اختروا اللي هناك دي ليه ليه اعرف اكتب لي بالتعلاج بالله عليك وعشان لما ان شاء الله ربنا نفرج على اشترا عربية اعرف اشترا ايه ده واحد نزل محل او بنزيمة تقريبا ساب العربية مفتوحة يعني هو بس حتى ما بطلهاش دايرة عدى واحد سامع عليكو فيش حد هنا ولا ايه الله لقيت عربية دايرة طب متشكرين يا جدعاء سامع عليكو تعالي حاج يجري ورايا خلاص كل سنة طاية عشان تب تاخد المفتاح معاك يا حاجت دي النص نقلة دي القربان هتلفت تجري وراها ده بقى المقطع اللي هو الغريب دول تلك تصيع شباب بيسروا متوسيكلات مايجيش حافظهم اللي مع متوسيكل بتاع واحد يعني بش الحديد بيلعب كمال اجسام ماكيد بش الحديد يعني ماعرفش بس يعني هو بيلعب مصارعة بيلعب بوكس يعني المهم انه بيعمل حاجة مضرة لغيره يعني حاجة مضرة للي هيزعاله يعني فدول ولا سيق قالوا اه محسن في موتوسيكل هو سهل السرقة قالوا طب تعال اركن جنبه وهنعمل نفسنا بنصلح الكويتش بتاعنا كويتش ونفك الجنزير بتاعه ولا منشاف ولا مندري طب والله يا فك تعال اه عمل نفسهم بتاعه طلان جنبه وعمل نفسهم بيصلحوه فواحد هيقعد النحية التانية ما بين ده ما بين ده عينه بص على الموتوسيكل بتاعه ايده شغالة في الموتوسيكل التاني مم مايعرفوش ان اللي عنده موتوسيكل زي ده أنا عنده موتوسيكل بس مش زي ده كده صيني عادي يعني كل شوية ببص على ده معهم فرقة تانية ده فرقة ده عصابة طلع الراجل انتو بتعملوها الشباب سمع ليك خد بس اقولك تعال تعال ماشاء الله ماشاء الله خد تعال تعالوا جوه بس كده هنشربكم شاي ونعشيكم والله ما تمشو هلما تتعاشو يا جماعة هو احسن حاجة ان اللي حصل ما حصلش على الكاميرا يعني حصل جوه في الجيم طب بس تعالوا ايه في الابن الباب لم يابن خلاص الفرح خلاص الفيديو اللي بعده ده واحد ماشي وفي واحد معرفش هل في حد في العربية دي انا شايف حد قاعده ومسي بلعب بتليفون ولا ده كرسي ولا ده بالزبط قصت الشبابك مفتوح يعني بتهايلي واحد مربع ايده نايم تقريبا تقريبا حد نايم اه ما اديده خد التليفون ومشي ايه ده ايه ده ده اللي بعده برضه واحد قفل عربيته بس تقريبا سايفها شنطة قلنا لكم قبل كده ما تسيبش شنطة حتى لو فاضية الشيطان بيقوللي الحرامي دي فملايين شو شو الشيطان بيقوللي الحرامي ها ها هتفرح فلوسيامة مع ان ممكن نكون فقا شوق جرايد ولا فقا ورق محامي ولا اي حاجة بتاع اواضي اه خدها ومشي مقطع ده بقا ده واحدة ست معرضة الشنطة بتاعتها للطريق شمد دي اخوانا شايف لو ده بوموتسكل هناك ده لف يا عم ده منمر عارف وراح فين اسهل واحدة دي تعال بعد ازنك يا حاجة طلع يجر يلا وروني هتجيبه ازا هل في حد هيقابله ويكعبله لو في ناس وقفة في عربية وقفت دي لو لفت النحط تانيكا ممكن تجيبه ان شاء الله يجيبه اللي بعده ده اغبى حرامي في التاريخ ده دخل مقهى ونم في المستودع لما الكفاتيريا قفلت طلع جاب الخزنة ميت كيلو مش قارف يشيلها بروحش الجيم مش هكيو فمعرفش يعمل ايه اخوة ديك فين مع انا مش عارفة اهربيك فامرم ايها المكان بقى اللي رمفي كان ممكن تحصل مصيبة يعني الفيديو اللي جاي اللي بعده توضيح من صاحب الكفاتيريا هيقولك ايه اللي كان هيحصل لو دي وقعت على الاسطوانات تدرونش الكارثة لو طاحت الخزنة على اسطوانات الغاز كان كارثة المبنى اللي جنب كله سكن عوائل يعني انت متخيل الغباء مفيش تفكير هو عايز فلوس وخلاص عايز يسرق وخلاص حزبي الله وانعم الوكيل وبكده يكون فيديو النهاردة خلص انا بحبكم في الله لو وصلت للنهاية اكتبلي في التعليقات شكرا سلام عليكم وصلي على رسولك يا الهي وعترته وصحبه ما ذكرتا